لسببت رياح عنيفة وامطار غزيرة بقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا في ايطاليا هذا الاسبوع وبتدمير مساحة كبيرة من الغابات حسب ما ذكرت السلطاته وقال حاكم منطقة فينوتا لوكازايا ان الامر شبيه بمرحلة ما بعد حصول زلزال مضيفا ان هناك مئة وستين الف شخصا في هذه المنطقة بلا كهرباء